بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير محدثكم دكتور بسام الشراونة استشاري أنف وأدن وحنجرة وباء الكورونا حديث الساعة وهذا الوباء الطارئ الذي تسبب بتوقف عصب الحياة والعمل في كافة أنحاء المعمورة بسبب سرعة انتشاره وبسبب آثاره المدمرة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعملي ولهمية هذا الموضوع وبدعم من شركة عمان للصناعات الدوائية ارتأينا باستضافة نخبة من الزملاء الأطباء والصيادلة في الأردن للحديث عن تداعيات أزمة كورونا الواقع والمستقبل منذ بداية تفشي المرض في الأردن قام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين معظم بتوجيه الحكومة إلى عمل مجموعة من الإجراءات لحصر هذا المرض ومقاومته عن هذا الموضوع يحدثنا الدكتور عبدالستار وريكات رئيس قسم الإختصاص في الأنفذ الحنجرة في وزارة الصحة بسم الله الرحمن الرحيم بدي أحكي عن دور وزارة الصحة بالنسبة لوباء فيروس كورونا وزارة الصحة ممثلة بوزير الصحة الأكرم قامت ومنذ بداية وباء فيروس كورونا بالعمل كفريق واحد مع جميع مؤسسات الدولة وذلك بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني من الحسين معظم قامت الوزارة بالعمل مع القوات المسلح والأجاز الأمنية والدفاع المدني وأمانة عمان وكافة البلديات في المحافظات والنقابات المهنية ومتطوعين من القطاع الخاص قامت ومنذ البداية بإرسال فريق طبي إلى مدينة وهان الصينية لإجلاء طلاب وأفراد أردنيين وعرب تم تشكيل إدارة خلية أزمة تم تشكيل لجانس تكساوا باي تم توفير الفحوصات واللوامز المخبرية لفحص الأشخاص تم توفير ومنذ البداية السليف الوقاية وللحماية للكوادر الصحية تم عمل حجر صحي في مستشفى البشير منذ البداية ومن ثم تم تفعيل دورات تطقيفية من نشرات وندوات توعوية وعمل فيديوهات توعوية تبط بكافة أماكن تواصل الاجتماعي عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية تم حجر صحي على جميع القادمين عبر الحدود للوقاية من الإصابة للمواطنين وذلك الحجر بمختلف المناطق تم عمل عزل صحي بأحد مستشفيات وزارة الصحة للحالات المثبتة بإصابتهم وعلاجهم تم عمل تعقيم مستمر لجميع المرافق الصحية من خلال التعاون مع الدفاع المدني وأمانة عمان تم تفعيل عيادات الطوارئ في جميع مستشفيات وزارة الصحة في المملكة وتم توفير الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة من خلال المستشفيات والمراكس الصحية ومن خلال أطباء متطوعين وتم التعاون مع الدفاع المدني لنقل المرضى خاصة بأوقات حذر التجوات تم إنشاء صندوق صحة للتبرعات العينية والمادية من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والأشخاص والقطاع الخاص مهما تكلمنا عن دور وزارة الصحة فهو قليل ولا نوفيها حقها حيث كانت جهودهم مباركة قامت وتقوم بإدارة وزير صحة حكيم أعطى كل جهد ووقته وخبراته في إنجاح هذه الخلية للتخفيف من انتشار الوباء وبهمة وعزم من جلال سيدنا حفظه الله ورعاه وبوعي المواطنين والشعب الأردن ترجمة نانسي قنقر